موسيقى موسيقى وموضوع التسعتاش إذن طبعا في تفاصيل طويلة في موضوع العلاقات الفلكية وموضوع التسعتاش موسيقى 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 فأجبوها قالوا شو رأيك بتتجي عمركز نون أهلا وسهلا لما أجت عندنا في مركز نون وإذا بها معلمة رياضيات معلمة رياضيات آه لما قالوا معلمة رياضيات قلنا معناته الآن بدنا نتحدث معها في العدد القرآني جلست وبدأت أشرح لها في موضوع العدد القرآني وإذا بها تبكي المرأة الشيء اللي أقدمت عليه اللي هو الإسلام صح إذن أنا قراري صحيح انتبهتوا وحنا مترجمين كتاب الإرهاصات في الإعجاز العدد الإنجليزي موجود على صفحة مركز نون يوم واحد اسمه توم بيبحث لنا رسالة بقول أنا اسمي توم عمري في الستينات متقاعد كاثوليكي بعد أحداث سبتمبر دخلت أشوف إيش الإسلام دخلت على صفحة مركز نون فإذا فيك كتاب الإنجليزي اللي هو الإرهاصات في العدد فقال أنا متأكد الآن أن الكرآن هو كلمة الله لأنه لغة رياضيات بفهمها على طول رياضيات بفهمها على طول ومرة في صحفي يهودي بيعرف عربي اتوسط مع واحد عربي من الكدس من الكدس صحفي بصحيفة اسمها كول هاعير ترجمها للعربي صوت المدينة كول هاعير صوت المدينة بده يكتب عن 2022 زوال إسرائيل 2022 يكتب تقرير عن 2022 العربي يقول له جيبهم احنا بدنا يكتب لليهود جلس في حدود ثلث ساعات يأخذ تفاصيل عن موضوع 2022 ولاحظت وجهه بتغير يعني الزلم مقتنع في 2022 في ناس مقتنعوش هو اقتنع يعني اقتنع اكتر مني لأنه مش لأنه مش مقتنع كثير المهم المهم واذا به كأنه مش قال أنا طيب كيف ادي اعرف انه هذا القرآن من عند الله عند الله قلت له ممتاز عندك استعداد تسمع ربع ساعة كم الساعة هي ربع ساعة بس قال ربع ساعة فبدأت اشرح له معادلة رياضية في علاقة تلتيب السور بآياتها لمدة ربع ساعة كان كل شي منتي طلع طلع وله كاين شو بقول للي جابه العربي فيما بعد قال لي قال لما طلعنا بسأله بقول له شو رأيك بـ 2022 شو رأيك في الموضوع قال له ان سانة من 2022 ايه طب ما هو جاي جاي مش ان 2022 من سانة من 2022 قال واذا به بقول عن الربع ساعة بس بس شو هالقرآن هذا انت بوتو كي بعمل بأيدي ايش القرآن هذا واو ايه وانا شخصيا هذه المعادلة كنت كاتبها بأكتر من صفحة يعني صفحات ببعتها لفقيه في بلد عربي ببعتها لفقيه وقل له عساس اخذ منك الجواب بعد ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام برجع له وقل لي مش شايف ايش انا مش شايف طبعا اليهودي شايف اه لانه ما تظنوش كل العقول واحدة في قدرتها على المعرفة انتباه للمسائل ايش وراها ايش وراها لا طبعا في مقابلها في واحد ثاني لا تفاعل تفاعل هائل يعني مش كلهم زي بعض الفقهاء في ناس تفاعلوا تفاعل هائل بعدين لما طلعت صحيفة كوالهائر قلنا لعماد شوف لنا يا الرجل مكاتب كاتب بصفته ايش واذا به صفته صار مسوق للفكرة ويقول لليهود واذا مش عاجبكم هاي طب خذوا هاي واذا مش عاجبكم هاي طب خذوا هاي يعني مؤمن فيها المهم ليهود ليهود انسانة الان مش موضوعنا 22 طبعا خصوصا جامعة نتوري كارتا ما هم أرثوذوكس يؤمنوا في ايمان قوي بس بقولوا 23 المهم مش قضية بيننا مش نرجع كلاو القمر بس انتبهتوا ايش قصدي ايش المسلمين هالموقف هذا ايش يعني هالموقف والحقيقة صار في مؤتمرات لعلمكم بس المؤتمرات لحد الان يبدو ضعيفة شوية صار مؤتمر في دبي سنة 2008 سنة 2008 اول مؤتمر في الاعجاز العددي في دبي طبعا كيف حصل هذا المؤتمر على فكرة كيف حصل شخص من الناس اللي كانوا يتواصلوا معنا دخل على مسؤول في جائزة دبي الدولية تعرف ابن بلد وبيعرفوا بعضهم دخل عليه وشرح له بس ربع ساعة قال له ايه هذا الكلام بده مؤتمر يفهمون لعله شوية 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 الفكرة توصل ليش لأن هذه المسألة بالذات مثل ما قال القرآن احدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم اي تقدم اذا اخذ فيها او اخذ لكم او تتأخروا معناته انت امام اشي خارق جاي اشي خارق جاي نصير نفهم وقتها ايش يعني الكلام هذا كله مشيك طيب الآن كلا والقمر والليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر طيب ليش ايه 12 وهذا صحيح فنحن جينا شو قلنا طيب قديش سنة قديش سنة لازم تكون واردة في القرآن دققوا معايا دققوا معايا دققوا معايا الآن عندما تدور الارض دورة واحدة حول الشمس بيكون دارت حولها 365 ودور حولها القمر كام 12 طيب عندما الآن دققوا معايا عندما يدور القمر والارض معا حول الشمس اثنين يرجع للنقطة نفسها انت تكتشف ان هذا لا يكون الا كل 19 سنة مرة الآن اللحظة اللحظة اللحن فيها القمر بالنسبة للارض والارض بالنسبة للشمس هذه اللحظة لن تعود الا بعد 19 سنة بسموها ايش الدورة المتونية وصاروا يستخدموها في التوفيق بين الشمس والقمر لاحظوا كل 19 سنة قمرية فيهم 7 355 يوم بسموها كبيسة و 12 354 12 354 12 و 7 19 اذا كيف بدك تعرف 19 سنة قدش فيها 355 يوم ولا 354 لعلمكم كلمة سنة وردت في القرآن سبع مرات كلمة سنين وردت في القرآن 12 وردت في القرآن والمجموع 19 27 لما يكتشفوا الناس انه البناء الكوني النظام القرآني التاريخ كله ضمن هذا النظام بالتالي بالتالي بصير مفهوم وقتها انها لإحدى الكبر احنا اليوم طبعا انقصدنا فقط نوصل الفكرة ايش يعني إحدى الكبر اذا قضية ضخمة على مستوى الكون على مستوى القرآن على مستوى التاريخ على مستوى التاريخ على فكرة نقرب لكم الصورة شوية 10-6-1948 كانت الهدنة الأولى ارجعوا للكتب وشوفوا 10-6-67 الهدنة الثانية ارجعوا للكتب وشوفوا قدش الفرق آه 19 طب كان قصد هذا ايام يعمل الهدنة في 10-6 وكمان الساعة 19 كمان افكرة هي في الساعة 19 في الكدس ولعلمكم لما انقسمت اسرائيل دولتين في التاريخ الأول في الإفساد الأول يهودة والسامرة لما زالت السامرة اسرائيل سنة 722 كان الملك اسمه هوشع والعجيب انه ما كانوش منتبهينهم مضبوط في كتبهم كان الملك 19 بعد 136 سنة مع انه انقسموا مع بعض بعد 136 سنة 586 زالت يهودة وكان الملك اسمه صدقية وهو الملك 19 اتنين ولعلمكم اذا بدكم تحسبوا الآن الفترات الموجودة نتنياهو في الفترة 18 أنا فترات ملك طب هكيت في أكم فترة ملك من يوم من وجده نتنياهو في 18 كان في 18 ونجي حظله في 18 بجوث أنا مش تقولوا يعني انه يعني انه يعني انه هذا موضوع 19 أنا هذا القصد كوني كوني كرآني فلكي وانا قلت لكم قبل شوي المسجد الأقصى شو جمله؟ زي ما بكتب المصحر آه هذا أعطت فكرة بس هي كوامدة بسيطة حتى نربط طب لأنه كنا نتكلم وش فاهمين الناس إيش يعني إحدى الكبار؟ إيش إحدى الكبار؟ هذا فجر جديد قادم وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم